أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة ونبدأ بعناوين الحلقة من المواقع المحلية موقع المصدر أونلاين يتحدث عن حملة اعتقالات واسعة في محافظة صعدة موقع ألماني عدد المهاجرين إلى اليمن يفوق عدد الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا ومن موقع بي بي سي ومن أخبارنا المنوعة سلطات الصينية تخضع العائدين إلى بكين لحجر صحي ذاتي مدة 14 يوما الطلاب في المدارس الحكومية بعدن هم المتضررون من توقف التعليم ويتهم الأهالي الجهات سياسية بتحريض المعلمين على إيقاف التعليم خاصة وأن معلمي عدن يحصلون على حقوقهم أولا بأول وعنون موقع عدن الغد حراك مجتمعي لإنهاء إضراب المعلمين وعودة الطلاب إلى المدارس في عدن وقال الموقع أن عددا من النشطاء والإعلاميين دشنوا حملة مجتمعية لإنهاء إضراب المعلمين وعودة الطلاب للمدارس في العاصمة المؤقتة عدن وأطلق النشطاء عنوان أوقفوا إضرابكم عن التعليم لحملتهم التي من المقرر أن تبدأ أنشطتها خلال اليومين القادمين وقال الموقع أن الحملة مدنية وليست حملة مسيسة ومدفوعة الأجر من قبل أي جهة سياسية أو حزبية ويضيف إضراب المعلمين بعدا تم تسييسه واستخدامه لأهداف سياسية وبعيد كل البعد عن المطالب المشروعة للمعلمين وتطالب الحملة بضرورة فصل التعليم عن السياسة خريف السياسيين والعسكر لا الثورات تحت هذا العنوان كتبت اللبنانية جمانة فرحات مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة حفر العام 2011 لنفسه مكانة لن تنسى في ذاكرة العرب لكثيرين كان مشهد تهاوي حكام مثل زين العابدين بن علي وحسن مبارك ومعمر القذافي وعلي عبدالله صالح تربعوا على كراسيهم عقودا أشبه بحلم يصعب تصديق أنه يحدث على هذا النحو تحديدا في العالم العربي قد يكون النموذج اليمني الأصلح لإظهار أن المسؤول واحد لا يتغير دفع اليمنيون كمختلف الشعوب العربية التي ثارت في العام 2011 ثمن توقهم إلى الحرية والخلاص من الاستبداد دما ولم يطلقوا رصاصة واحدة لإدراكهم خطورة حرف ثورة عن مسارها السلمي في بلد يعرف بأنه أكثر المجتمعات العربية تسلحا وذي خصوصية قبلية وضبوا لأشهر على تحدي جباروت علي عبدالله الصالح ومكائده السياسية تساهلوا مع وجوه عدة انتهازية أقحمت نفسها في الثورة من منطلق الحاجة إلى عدم إقصاء أي طرف أرادوا تسريع الخطى لطي صفحة نظام صالح استمشروا خيرا بمصالحة وطنية تشمل حثين والحراك الجنوبي كانت لديهم آمال كثيرة بغد أفضل ومن أجل ذلك قدم اليمنيون أفضل الممارسات المدنية وافقوا من موقع المسؤولية الوطنية ما صور لهم أنه أفضل التسوية الممكنة ولكن بماذا قاب لهم السياسيون والعسكريون سواء ممن كانوا داخل النظام أو يتحركون على هامشه الرئيس لم يستطع منذ 2012 إدراك حجم المسؤولية التي أكلت إليه فرط بحلم اليمنين بالتغيير ويزال يتعطى مع نفسه بعد كل هذه السنوات على أنه مجرد موظف حكومي يتلقى الأوامر لا من يترأس بلدا ويفترض أن يتحكم به ويديره وكلما واجهته أزمة هربة أما جماعة الحوثين التي نصرها أبناء الثورة لكونها عانت في عهد صالح من حروبه العبثية ضدها في صعدة فردت لهم الجميل بالتحالف مع صالح وتفجير حرب مستمرة منذ عام 2014 بغية وضع يدها على الدولة قبل أن تقتل حليفها انتقل الحوثين بثابات من موقع المظلوم إلى موقع الفاجر في الظلم ضد الشعب حملة اعتقالات ومصادرة أموال وسيارات تقوم بها من إشياء الحوثي ضد من تعتبرهم خصومها في محافظة صعدة وعنون موقع المصدر أونلاين حملة اعتقالات واسعة في صعدة القيادي الحوثي الحاكم في مهمة السيطرة على تجار الحشيش وتأديب تجار غير موالين للجماعة أكدت المصادر أن أبو علي الحاكم يشرف منذ أسبوع على حملة اعتقالات في مديريات رازح وغمر ومنبأ تحت لافتة محاربة تجار الحشيش وقدرت المصادر من طالتهم الاعتقالات بالعشرات إضافة إلى عدد كبير من السيارات والمقتنيات الخاصة في مديريات رازح بلغ عدد المعتقلين أكثر من 65 شخصا ومصادرة أكثر من 100 سيارة مختلفة بالإضافة إلى مبالغ مالية وفي مديريات منبأ بلغ عدد المعتقلين أكثر من 20 شخصا وأكثر من 60 سيارة مختلفة بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة وأكد شهود أن الاعتقالات شملت الكثير من التجار غير المرتبطين بالحوثيين وآخرين لا يتفقون مع الحوثيين مذهبيا في حين تم اعتقال عدد بسيط من تجار الحشيش من غير المنتمين للجماعة التي تسيطر على تجارة وتهريب الحشيش إلى السعودية عبر المناطق الحدودية وتعتبرها واحدة من أهم مصادر تمويل الحرب قيادات من ميليشيا الحوثي بدأت الاعتراف بنهب المساعدات الإنسانية وتبادل قيادي الميليشيا الاتهامات وآخرها ما جاء في موقع الشهد نت حيث علق شقيق زعيم الحوثيين يتهم قيادات من جماعته بالفساد والتلاعب بالمساعدات الغذائية وقال الموقع أن يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي اعترف بفساد جماعته ونهبها للمساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية لليمن وحتى يبرأ رأس الجماعة فقد وجه يحيى الحوثي الاتهام مباشرة إلى عبد المحسن الطاوس وأحمد حامد وجه لهم الاتهام بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية وأشار في بيان له نشر على موقع وزارة التربية والتعليم في الإنترنت أن اتهام جماعته للمنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي بتوزيع مساعدات غذائية فاسدة غير صحيح واعترف القيادية الحوثي أن اتهام برنامج الغذاء العالمي للمساعدات بتوزيع مساعدات فاسدة ادعاءات كاذبة تروج لها قناة المسيرة التابعة للجماعة حتى تكون وسيط سلام على أمريكا فهم أسباب رفض الفلسطينيين صفقة القرن تحت هذا العنوان كتب محمد الدجاني مقاله المعاد نشره في صحيفة الغذ وقال فيه بالنسبة للقضايا الرئيسية للصراع الحالي فتقدم الصفقة إطار عمل يصعب على أي فلسطيني القبول بالخطة ككل فهي تمنح صراحة شرعية وسيادة إسرائيلية كاملة على مدينة القدس المقدسة وكذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما ينتهك وضعها القانوني الدولي الحالي ومن خلال اعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل تحرم هذه الخطة العربة الفلسطينيين القاطنين في القدس من تطلعاتهم التاريخية وتعارض إجماعا دوليا عاما بأنه من المفترض أن تكون القدس الشرقية العربية العاصمة المستقبلية لدولة فلسطين وإذ تتناول مواضيع دينية رئيسية تنحرف الخطة حتى عن الوضع الراهن المتعلق بحالة الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس وبخاصة الحرم الشريف ثالث أقدس المواقع في الإسلام وتخضع هذه الأماكن المقدسة حاليا لوصاية دائرة الأوقاف التابعة للسلطات الأردنية لكن الخطة تقترح أن تتمكن الأديان كافة من الصلاة في هذا الموقع في اختلاف مثير للجدل إلى حد كبير عن الوضع الراهن ويخشى الفلسطينيون من أن يشجع اقتراح مماثل الإسرائيليين على الاستيلاء على الموقع وتدميره بغية بناء معبدهم الخاص ونهيك عن الانحياز ببساطة لمصلحة التطلعات الإسرائيلية بشأن نقاط التفاوض الرئيسية تلك فإن شرعانة الصفقة لسياسات إسرائيل المستمرة المتعلقة بالضم غير القانوني وتوسع السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجعل الصفقة تبدو منحازة إلى إسرائيل بشكل خاص في أنظار الفلسطينيين بغض النظر عما تزعمه الصفقة بشأن دعم الفلسطينيين فهي في الواقع ليست مصممة لتعزيز ميول الاعتدال ضمن المجتمع الفلسطيني وفي المقابل من شأن الترويج لمثل هذا الاقتراح الأحادي أن يؤجج الإديولوجيا المتطرفة للصراع المسلح العنيف لأنه يشير إلى أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة كوسيط النزيح وللأسف يقوض هذا المسعى الأخير لإجراء مفاوضات كاملة مقاربة التفاوض والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الهجرة إلى أوروبا تسقط حكومات وتقدم أحزابا وتغير سياسات ويعرف عنها الجميع كل تفاصيل لكن هناك هجرة نادرة ما يتم الحديث عنها حيث عنونا موقع الدي دابليو عدد المهاجرين إلى اليمن يفوق عدد الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا وذكرت المنظمة الدولية للهجران عدد المهاجرين من شرق أفريقيا الذين قاموا برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر إلى اليمن العام الماضي أعلى من عدد المهاجرين الذين سافروا عبر البحر المتوسط للوصول إلى جنوب أوروبا وقالت المنظمة إن 138 ألف شخص أبحروا من القرن الأفريقي إلى اليمن في العام 2019 أكثر من 90% منهم من إثيوبيا في هذه الرحلة وفقا للموقع فقد توفي 60 شخصا بينما وصل معظم هؤلاء المهاجرين إلى السعودية بحثا عن فرص اقتصادية ولدى انتقالهم إلى السعودية عابرين الحدود يقول التقرير استنادا إلى الشهادات التي جمعها إن حرس الحدود السعوديين لا يترددون في إطلاق النار على المهاجرين موضحا أنهم قتلوا وجرحوا الكثيرين منهم هناك أما بالنسبة لعدد الذين هاجروا إلى أوروبا فيقول الموقع الألماني إن 110 ألف شخص فقط عبروا البحر المتوسط العام الماضي نشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبه مراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سيمسر يتحدث فيه عن التحديات التي تواجه دول الخريج بانخفاض عائداتها المالية وتقول الصحيفة خطط الإصلاح التي أعلن عنها ولي العهد السعودي بدأت ترسل إشارات بالفشل فالشباب يرقصون والنساء يخرجن للشارع دون حجاب ولكن لا أثر للوعود التي أطلقها ولي العهد في العام 2015 بتغيير الاعتماد على النفط في الحياة اليومية ويشير الكاتب إلى توقعات بانخفاض استهلاك النفط على المستوى العالمي فقد توقفت المصانع الصينية بسبب أزمة فيروس كورونا وبحسب التقرير فقد أكدت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي أن أسلوب المعيشة المتبع في دول الخليج أصبح مهددا وقالت الدراسة إن أسعار النفط لن تكون أعلى مما هي عليه الآن وهو ما ينعكس سلما على الميزانيات العامة وبالتالي فإن دول الخليج قد تزول ثرواتها المالية خلال 15 عاما تعد مدينة وهان الصينية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة مركزا لتفشي فيروس كورونا وقد ذهبت مجلة تأدير شيفجل إلى هناك وكتب جورج فاهر بيون مقاله هناك وقد ترجمته صحيفة الغد وجاء فيه تعد وهان المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة المكان الذي نشأ فيه فيروس كورونا الجديد وصلنا يوم الأربعاء قادمين من بكين لإلقاء نظرة مباشرة على الوضع في مستشفيات وهان قال السائق الذي أقلنا من المطار إن العديد من سكان وهان ينحدرون من الريف وقد عادوا إلى قراهم وفقا للتطبيق الخاص بمستوى الدخان على هاتفي كانت جودة الهواء التي عرضتها الشاشة باللون الأحمر تعني غير صحي قال السائق إن الحكومة بالتأكيد لم تكن منفتحة تماما بهذا الخصوص هذا ما يحدث عندما يكون لديك نظام حزب واحد مثل معظم الناس في المدينة كنا نرتدي أقنعة طبية كبيرة تغطي أفواهنا وأنفنا كان هذا هو الانتصار الجانبي الأول للفيروس تجريد سكان ووهان من وجوههم وقد حفرت الأشرطة المطاطية في أذاننا وأصبحت بشراتنا متعرقة تحت النسيج نخلع أقنعتنا فقط لتناول الطعام وعندما كنا نلمس مقبض باب كنا نطهر أيدينا على الفور بمطهر وخلال تلك الساعات الأربع والعشرين كلها لم نصافح يد أحد على الإطلاق كان هذا ثاني انتصار صغير للفيروس عزل الناس وجعلنا مذعورين ومصابين برهب الشك المكان الوحيد الفارغ حقا في المدينة هو السوق هوانان الكبير حيث كان بإمكان المتسوقين قبل فترة قصيرة شراء الأسماك والسرطانات والدجاج وغيرها من الحيوانات والسوق هو مركز الوباء حيث جاء أوائل الأشخاص المصابين بالفيروس من المنطقة المحيطة بالسوق من السكان والعاملين في رعاية الحياة البرية ويزعم أنه كان من الممكن أيضا شراء جراء الذئاب والثعابين وقطة الزباد هنا لكن الأكشاك أصبحت الآن خاوية منذ أسابيع خلف حمايات الواجهات الحديدية المشبكة والمصاريع وكانت الأرصفة أمام السوق فارغة ليس من السهل كثيرا وصف الأجواء التي تخيم على المدينة أعلنت السلطات عند الساعة الثانية من صباح يوم الخميس بينما كانت المدينة بما فيها نح نائمة أنه سيتم تطويق وهان وعزلها قررنا أن نتوجه إلى المطار عائدين جميع الطائرات التي ستغادر وهان ممتلئة وببطء تصاعد خوفنا من احتمال أن نحبس هنا مع 11 مليون شخص الكثير منهم يحملون الفيروس لم تعود الرحلات الجوية إلى بكين تقلع غادرنا نحو غرب البلاد كانت هذه الطائرة على الأرجح واحدة من آخر الطائرات التي غادرت وهان في ذلك اليوم لقد تمكننا من الهروب من الطوق بعد ساعة واحدة من بدء الإغلاق نشرت صحيفة الفاينينشال تايمز تقريرا تقول فيه أن الإيرانيين البسطة هم الذين يعتمدون على الولايات المتحدة لتحقيق الدموقراطية في بلادهم وتضيف المثير للاستقراب هو أنه بعد مرور أكثر من ستة عقود على انقلاب في إيران دعمته الولايات المتحدة لا تزال واشنطن وهي البعيدة جغرافيا عن إيران تسعى إلى إسقاط النظام الإيراني وإذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يدعم صراحة قلب نظام الحكم فإن مستشاره السابق جون بولتون تمنى أن يكون قاسم سليماني دافعا للتغيير في طهران وتفيد الصحيفة بأن الإيرانيين مهما كانت أحلامهم وتطلعاتهم في بلادهم لابد لهم أن يتذكروا عام 1953 عندما كانت الولايات المتحدة تحرص على مصالحها وكفا وتؤكد أنه لا يمكن للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة أن تكسب ثقة الإيرانيين فمن الجهة الشرقية نجد أفغانستان حيث لا تزال طالبان تسيطر على مناطق واسعة بعد عشرين عاما من تدخل الأمريكي ومن الجهة الغربية يوجد عراق مدمر لا يزال يعاني منذ غزو واشنطن للبلاد في عام 2003 ويشهد اضطرابات متواصلة أمرت السلطات الصينية جميع العائدين إلى العاصمة بكين بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما وهددت بمعاقبة المخالفين وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في الصين وعنونت شبكة البي بي سي بيروس كورونا الصين تفرض حجرا صحيا على العائدين إلى بكين وارتفاع عدد الوفيات إلى 1500 شخص وطلبت السلطات من المواطنين تطبيق الحجر الصحي الذاتي أو الذهاب إلى أماكن مخصصة للحجر الصحي بعد عودتهم إلى العاصمة الصينية من العطلات ويأتي هذا الإجراء بالتزامني مع تزيير أول حالة إصابة بالفيروس في أفريقيا إذ أعلنت مصر عن إصابة أجنبي مقيم فيها ولقي أكثر من 1500 شخص حتفهم بسبب الفيروس الذي بدأ انتشاره في مدينة وهان الصينية وكانت الصين قد مددت عطلة هذا العام لمدة عشرة أيام للمساعدة في احتواء المرض ويعيش أكثر من 20 مليون شخص في بكين وفي الصين وحدها أصيب أكثر من 63 ألف شخص بالفيروس القاتل وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن بعثة تقودها المنظمة إلى الصين ستبدأ عملها بالتحقيق في تفشي المرض الأحد المقبل مع التركيز على كيفية انتشار الفيروس وشدته وستبحث البعثة المكونة من 12 عضوا دوليا و12 من نظرائهم الصينيين كيفية ومتى أصيب أكثر من 1700 عامل من الفرق الطبية بالفيروس الحياة بأحداثها المختلفة ولاقطاتها المتنوعة اختصرتها لنا صحيفة الجارديان البريطانية ونحن ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم اشتركوا في القناة منذ زمن بعيد يحاول الإنسان تخليد ما يراه وتعبير عن وجهة نظره باستخدام الرسم فسخر لذلك كل إمكانياته نحت على الجدران ونقش في الجذوع حتى وصل إلى استخدام الريشة والقلم فيما يعرف بالكاريكاتير مجموعة من الرسوم المنشورة لهذا اليوم نتابعها سويا إذن بهذه الرسوم نختتم جولتنا الصحفية لهذا اليوم وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل سقر الصنيدي وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر